أنا دلوقتي بيتقال علينا حسان باولو بتاع نادي الزمالك أيوة بيأنسوا دخلها واسموحها أه صح أنا نايفة تلعولها جدا أه التشيرت برضه وما تلبس تشيرت بتاع نادي كبير بيبقى له قيمته صح والجمهور دايما نفاكر لك الحاجة الحلوة اللي أنت كنت بتعملها صح فلأ نادي الزمالك ضفلي كتير أنا بيتقال علينا حسان باولو بتاع نادي الزمالك الجمهور فلما طلعت في برنامج وقلت أتمنى أرجع لنادي الزمالك ولعب بدون مقابل الجمهور على التليفون دايما بعتلي أنت محترم أنت فالناس بتشكر الناس عارفين أننا فعلا واحد كان جاي وجاي يخلص لنادي الزمالك النقطة دي أنت قلت نقطة مهمة جدا أنت قلت أنه أنت معندك شمانع ترجع لنادي الزمالك تلعب ولو بدون مقابل مزبوط في لعيبة كتير تقولك أنا بعشق النادي بتاعي مش نادي الزمالك بس بعشق النادي بتاعي بس وريني عقدي أنا عايزة أخد أكيد وبعدين دلوقتي ما شاء الله العقدي بقى كويس يعني اللعيب اللي بيلعب دلوقتي أتمنى أتمنى من ربنا أن يحافظ على النعم اللي هو فيها أيوة لأنني أنا دلوقتي شوف أنا أنا في السن ده ولسه عندي تموح ولسه عندي هدف عاوز أوصل له فإن شاء الله طول ما أنا بتعب وأكتهد إن شاء الله ربنا هيدهولي تاني صح أتمنى بس من اللعيبة تحافظ على النعم اللي هي فيها ليه اللعيبة دلوقتي ما بقىش بتحافظ على ده يعني ليه اللعيبة دلوقتي اللعيبة تقولك حاجة مهمة أوي ورغم كده أنت فكرة الشغف وحبك لللعبة وحبك لشغلك بيخليك تعمل ده ليه لعيبة صغيرة دلوقتي ممكن تلاقي واحد وعشرين وعشرين سنة وبتكلمه على ملايين ويقولك لأ مش لعب ويعترض على مدرب ومتدايق ليه ليه الحياة اختلفت؟ الحياة اختلفت لأن سمعوا أرقام كبيرة سمعوا اللعيب دلوقتي اللي بيتاخد من الممتاز به أو بيتاخد من درجة تانية أو من درجة تالتة بيلعب دوره ممتاز فخلاص اللعيب طالما شم نفسه مش هيكمل اشتركوا في القناة